اهلا بكم النهاردة انا هتكلم عن انتخابات 2016 وهنا هنشوف البابلر بوت والالكتر كاليج بالتأسيم وهنشوف ان في اسامي زيادة دخلت في الموضوع ونشوف ايه السبب اولا نعيد مفهوم او نعيد شرح ما هو الالكترال فوت هو المرشح بياخد القيمة او قيمة الولاية لما بياخد الاغلبية بتاعتها يعني لو الولاية مثلا فلوريدا قلنا 29 المرشح هياخد كل 29 يعني حتى في بعض الولايات كانت عايزة تدي بالنسبة يعني مثلا لو هو خاد الواحد خاد 40 والتاني خاد 60% بياخد 29 بتقسم ما بين 40 و60 انما لم تنجح هذه الفكرة وفي ايضا اصوات بتقول ان المفروض تتلغي الالكترال فوت لان الالكترال فوت دي تفكير من ايام الاقطاعيين وايام لما كانوا اصحاب الاراضي هم المسيطرين على الموضوع وكان بيبقى حسب كل ولاية وكل كده حسب يعني تأثير الناس دولا على اللي بيحصل ويعني كان عايزين يلغوا الموضوع دي البابلر فوت هي فقط يعني هي المفروض يبقى لها الدور الاهم لان انت بتكلم على اغلبية الناس والناس هي اللي بتصوت فالناس هي اللي عايزة الشخص ده او مش عايزة الشخص ده انما حتى الان للأسف البابلر فوت فقط هي وسيلة علشان لما بتتجزأ بتروح للولاية وبالتالي بتروح للدكترال فوت انما هي بتدي طمأنينة لما بيحصل زي ما شفنا اوباما حصل على الاثنين فهي بتدي طمأنينة للرئيس لما بيحصل على الاثنين انه هو حصل على اغلبية عددية واغلبية بتاعة الولايات هنشوف هنا ترامب خد اتنين وستين مليون هيلاري خدت خمسة وستين مليون اي هيلاري حصلت على الاغلبية العددية البابلر فوت جيري جونسون لو نفتكر ايام لو ترجعوا للفيديو بتاع اوباما كان واخد حوالي مليون ومتين الف حاجة كده المرة يواخد اربعة مليون لان كان في ناس مش رادية على ترامب صوتت لجيري جونسون من الجمهوريين وايضا في ناس كانت مش رادية على هيلاري كلينتون وصوتت لجيري جونسون والليبرتيريين هو خليط واخد افكار من الربوبليكان وافكار من الديموكرات يعني مثلا هي حتى مسمينا ليبرتيريين مش ليبرالي مش فهو يعني ليبرتيريين مش ليبرالي بالعرب ليبرال غير ليبرتيريين يعني هم شابهين ببعض الكلمة انما الليبرتيريين هو بيؤمن بان الشخص ليه حرية الاختيار حرية اي حاجة والحكومة ملهاش دخلي لا تساعده ولا توقف ضده الديموكرات بتؤمن لا ان المفروض الحكومة لها دور ان هي تساعد المواطن وايضا في نفس الوقت ان هي تنظم الحياة الربوبليكان بيؤمنوا ان الحكومة من حقها تنظم الحياة انما وقت ما تيجي للمساعدة البني ادم والمنظمات بقى الانسانية والحاجات الدين هي اللي تتصرف يعني واحد مش لاقي يأكل يروح كنيسة يروح حتى هي ياخد تبرع بتاع انما الحكومة مش من واجبة ان هي تهتم بالناس دولين وهذا دايما في محاولات لالغاء المعاشات والتأمينات المعاشات محاولات لالغاء المساعدات للفقرة والمهاجرين الجدد ودي نبقى نتكلم عنها باستفادة بعد كده ويريت الناس تنتبه للكلام لان في لغة كتير بيحصل وهو يعني للأسف بيبقى الناس مش فهم حاجة وكله بيتكلم وكله عمل ان هو خبير حتى في السياسة الامريكية وهو مش عارف اي حاجة في حاجة جيل ستاين خدت مليون جيل ستاين ديا كانت مرشحة الحزب الاخضر ده اللي انا اتكلمت عنه بعجالة كده المرة اللي فاتت وقلت انه رالف نادر كان هو من الاعضاء المهمين وهو كان رشح نفسه اكتر من مرة وكان رئيس الحزب بتاع الحزب الاخضر دوا والحزب الاخضر اللي مواقف جميلة جدا في حماية المستهلك وحماية المواطن وحماية الموظفين في الاشغال في حاجات كتيرة للامان وكده كان اشاسها الحزب الاخضر وفيه برضو هنا الاندبندنت ده مستقل فعندك ثلاث احزاب دخلوا في الموضوع ليه لان في ناس اللي ما كانتش راضية على هيلاري راحت ايضا لجرين للحزب الاخضر وراحت للاندبندنت لان هما الاتنين كانوا يعني غير متفق عليهم ولكن انتهى الموضوع بان يبقى هما الاتنين ضد بعض وانا كان لها مقال في الموضوع ده نشر في اكتوبر 2015 وانا لم اكن ابدا راضي على ترشيح هيلاري وابقى احكي في مرة عن حكايتي مع الحزب الديمقراطي انا ما زلت يعني عضو في الحزب الديمقراطي وكيف تطور العلاقة هنا في فلوريدا والمواقف اللي انا خدتها معاهم في اجتماعات كتيرة لان بالذات في الفترة التانية لاوباما انا كنت مع اوباما انما كان فيه سياسة خارجية وديا تخلينا لازم نفهم ان لكل رئيس هو وانا كواحد من بلد جاي مهاجر فعندي موقفين ببص عليهم الرئيس وتعامله مع المشاكل الامريكية الداخلية من ناحية الاقتصاد من ناحية السياسة من ناحية معاملة المهاجرين من ناحية معاملة الاقليات وايضا طريقة معاملة الرئيس مع البلدان الاخرى من ضمنهم البلد اللي انا جاي منها انا دايما عندي هذا البعدين فالناس والحملات اللي هي بتقول نؤيد ده او لا نؤيد ده او بتاع اللي هي عايشة في مصر او اللي عايشة هناك كله اوكي ده رأيك انما رأيك كشخص يعيش في مصر لا يدرك السياسة الامريكية كاملة ولا يعرف ماذا يحدث ولماذا تحدث اي مظاهرات او اي مواقف او اي حاجة وانا دور الفيديوهات دي ان ان هي توصل جزء من الموضوع مين اللي مع مين وفين فالمهم باختصار عشان ننهي الموضوع مش عايد اطول كتير في الفيديو ده انما نرجع ونقول تاني ان اصوات كتيرة رحت للتلاتة الاخرين وهيلاري خدت اغلبية الاصوات انما لم تحصل لان هيلاري خسرت ولايات في الشمال يعني مثلا زي اوهايو اوهايو دايما يعني هي من الولايات المترجحة بس معظم الوقت بتروح للديموقرات انما سنتها راحت لدونالد ترامب وفي الفين لو نرجع تاني لالفين واتناشر بتاعت اوباما هتلاقي كل ده كان ازرق انما راحوا لدولان راحوا لترامب ايضا فلوريدا كانت راحت لأوباما المرة دي راحت لفلوريدا تعتبر من الولايات المترجحة وراحت لترامب وايضا هي خسرت هي كانت ممكن لو كان مرشح اخر يعني لو كان بيرني ساندرش انا كنت متأكد انه كان هيحصل على الاغلبية العددية وهنا لان كل معظم من الديموقراتيين اللي راحوا للتلاتة دولا كانوا عايزين بيرني ساندرش وحسوا انه حصل فيه تلاعب في الحزب وكان الاغلبية العددية كانت تتبقى اكتر لان لو قلنا مثلا في الاربع مليون هنا كان فيه اتنين مليون من الديموقراتيين مع كل اللي بينتخب في الاغدر بيبقوا ديموقراتيين يعني حتى ما بين بوش وما بين كيري كان رالف نادر هو اللي كان مرشح وديموقراتيين كتار جدا صوتوا لرالف نادر وده كان سبب خسارة كيري فهنلاقي ان المليون وربعمائة الف دول كانوا ممكن يروحوا هنا فكان هتبقى الاغلبية العددية كانت تتبقى اقوى كمان مع اتنين مليون هنا يعني فيه يبقى تلاتة مليون زيادة يعني هنا كان يبقى مثلا تمانية وستين مليون فكان هيبقى الفرق اكبر فالمهم اني بنكمل موضوع ده مرة اخرى ونشوفكم على خير وعلى الله يكون الفيديوهات دي بتفيت شوية وبتوصل معلومات شوية عن ايه اللي حصل و ايه اللي بيحصل ونشوفكم على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة